الكثير منا يحب الصهر لأوقات متأخرة من الليل قد تصل الصباح أحياناً لكن النوم في المساء له العديد من الفوائد التي يمنحها للجسم حيث تعتبر ظاهرة الصهر أحد العوامل المهمة التي حتماً ستلحق الضرر بالصحة وتترك هذه الظاهرة آثاراً وعواقب وخيمة تتنوع وتتعدد الأسباب المؤدية إلى الصهر منها السفر، الأرق، غاية العمل أو المناسبات العائلية وغيرها أو قد يكون انعكاساً لأسباب فيسيولوجية ناتجة عن خلل إفرازات هرمون ميلاتونين الذي يؤثر مباشرة في عملية النوم إنما لا ينامون قبل الساعة الحادية عشر معرضون لنقص الدم في الكبد والقيء والرعاف والنزيف تحت الجلد واللثة والنزيف في شبكة العين أيضاً كما أن قلة النوم تسبب خللاً في جهاز المناعة حيث إن جهاز المناعة يصاب بالتشويش عند حدوث اختلاف في الدورة اليومية لساعة الإقضة وساعات النوم بالإضافة إلى أن النوم غير الكافي يجعل البشرة معرضة لظهور التجاعد والخطوط الدقيقة ويؤثر سلبياً على صحة البشرة وحيويتها حتى بالنسبة لمن هم في منتصف العجرينات وقد أكد العلماء على أن هذا كفيل بحدوث الشيخوخة المبكرة للبشرة للمحافظة على صحة جيدة وجسم خال من الأمراض احرس على النوم ما لا يقل عن ثماني ساعات ليلية في اليوم الواحد لفضائية النجاح هبا إبراهيم